بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مجددا في قرص الصويل استبلايزيشن وإحنا إن شاء الله هنكمل شابتر 7 اللي هو الصويل استبلايزيشن ميسودز وبرت 11 اللي هنتكلم عليه النهاردة اللي هو أول تعريف الكيميكال استبلايزيشن أو التزبيد باستخدام المواد الكيموية فلو تكلمنا عن الصويل أو الكيميكال استبلايزيشن بنقول صويلز أر سبلايزيز باي إزاي؟ باي أدنك ديفران كيميكالز يعني هنحط بعض الكيمويات للصويل عشان نعمل لها تثبيت أو إمبروف يعني تحسين الخواص بتاعتها إتس مين أدفانتج إذ ذات زي تنكيوري تايم كان بي كونترول يعني إيه؟ أهم ميزة من ميزات الكيميكال استبلايزيشن إن أنت وقت المعالجة ووقت الشك بتاع الصويل دوت أو الإنشاء بتاعه ممكن نتحكم فيه وهنشوف الكلام ده إزاي في الأجزاء القادمة يعني طبعا الناس العلماء اشتغلوا على كيمويات كتير على الصويل لكن اللي أثبتت نجاح من المواد الكيموية اللي هي كالآتي الكالسيوم كلورايد والسوديوم كلورايد والسوديوم سيليكات والبوليمارس والكروم لجنين والأذر برضك بعض الكيموات التانية طيب الكيميكال استبلايزيشن ده بيعمل إيه؟ بنقول إنت لما تقلل الووتر كونتينت اللي يحصل التربة بتاعتي كل اللي هيحصل لها إن الكسافة بتاعتها هتزيد فلما الكسافة تزيد مقاومتها أو للسبات بتاعها هيزيد يبقى دي أول فايدة من فوائد الكيميكال استبلايزيشن causes a small decrease in the strength of the soil هي بتسبب بعض النقص بس صغير يعني مش كبير في الstrength بتزود الكسافة مفروض إن الstrength بيزيد بس بيحصل نقص في الأول في الكسافة بتاعت الصويد بس النقص ده صغير لا لا يمكن اعتباره معنى however if the compacted soil is put to water amputations water pickup is reduced يعني المية هيحصل لها إيها تقال and the strength of the soil هيحصل لها تزيد زي ما اتفقنا واضح؟ طيب the benefits of the stabilization يعني فوائد التثبيت require the presence of chemical in the poor fluid يعني لازم تكون الكيميكالز بتاعتي أو المواد الكيميوية تكون موجودة في مواقع وملها poor يعني فيها فراغات بينية as the chemical is a leached out the benefits are lots يعني خلي بالا لو حصل الكيميكال ديت leached out الفوائد بتاعتها مالها هتفقد its performance depends أو its performance يعني الأداء بتاع الكيميكال ديت depends on the ground water movement يعني نشوف حركة المية في حركة المية الأرضية يعني دي بتؤثر على أداء الكيميكال stabilization the construction methods are similar to those used for lime stabilization نفس اللي احنا قلناه في lime stabilization إزاي بننشئ أو إزاي بنجهز الطربة ونعمل لها تثبيت نفس الطرق تستخدم في الchemical stabilization its quantity required is about يعني تقريبا الكميل اللي انت بتحطها تقريبا نص في المية of the weight of the A soil يعني كمية صغيرة جدا على أساس أن هي بتعتمد على التفاعلات الكيميائية ما بين الكيميكال اللي انت بتحطها وما بين الأملاح اللي موجودة أو المعادن اللي موجودة في الصائل فعشان كده النسبة بتعملها نسبة صغيرة جدا شكرا اللي موجودة في الصغيرة جدا